اشتركوا في القناة على إعلان الجزائر في القمة السابعة لمنتدى الدول المنتجة للغاز شكرا لكم هذا الترحيب بانضمام كل من المزنبيق وموليتانيا والسينيغال إلى المنتدى دعمنا لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز الاستقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز إدانة القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون أي تطبيق للقوانين ضد الدول الأعضاء في المنتدى دعم مساعي الدول الإفريقية في معالجة الفقر الطاقوي وتركيز على العقود المتوسطة وطويلة الأمد لضمان استقرار أسعار السوق هي من أهم البنود التي يتضمنها الإعلان رفضنا التطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائل ضمان الأمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي مما قد يهدد باستفحال اختلال والتوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشا إعلان الجزائر الذي جاء تتويجاً لاجتماعات على مستوى قادة ورؤساء دول المنتدى المصدرة للغاز سبقتها اجتماعات على مستوى وزراء الطاقة وعلى مستوى الخبراء جاء نتاج مجهودات جزائرية عمقت التشاورة أحكمت التنسيق ووفرت كافة شروط نجاح هذا الحدث الاقتصادي العالمي اشتركوا في القناة